موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في برنامج استوديو الإخبارية وكالعادة نبدأ بأخبار البلد موسيقى خبرنا الأول نائب خادم الحرمين الشريفين يطلق مشروع سياحي عالمي في المملكة قبل أن ندخل في النقاش حول هذا الخبر أعزائنا المشاهدين نقف مع هذا التقرير ثم نعود موسيقى أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع سياحي عالمي تحت مسمى مشروع البحر الأحمر حيث يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة هذا ويقع المشروع بين مدينتي الوجه وأملج وسيتم تنفيذه على مراحل حيث يكون محاجر الأساسي في الربع الثالث من العام 2019 ونهاية المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام 2022 ويملق المشروع صندوق الاستثمارات العامة وأتضمن مشروع البحر الأحمر منتجات سياحية استثنائية تقام على جزر يصب عددها إلى أكثر من خمسين جزيرة إضافة إلى سواحل وشواطئ بركانية خامدة ويتيح المشروع للزوار القيام بعد نشاطات متنوعة مثل الغوص واستكشاف الشعاب المرجانية ومشاهدة البراكين الخامدة واستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية بالمحميات الطبيعية ويبلغ مساحة المشروع 34 ألف كيلومتر مربع على خط ساحلي 200 كيلومتر ويطل على البحر الأحمر ويتميز بمناخ معتدل بمتوسط درجة حرات 30 و 31 درجة ماءوية ومميزاتها أيضا متاحة للسياح من أغلب الجنسيات وبدون تأشيرات أهلا بكم مشاهدينا لمناقشة هذا الخبر معنا في الستوديو الدكتور خالد الرشيد وهو الرئيس التنفيذي لاتحاد خبراء السياحة العرب مرحبا بك دكتور خالد أهلا وسلا فيك وشكرا للاستضافة دكتور خالد نحن بنتكلم بشكل عام تم إطلاق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة 20-30 نريد أن نعرف معك أهمية هذا المشروع أين تكمن؟ الحقيقة أنا شخصيا أرى أن الأهمية في رؤية المملكة في السابق كنا نعاني أننا متأخرين عن الدول طموحاتنا كشعب سعودي دائما بعيدة عن حركة أو نموذ مشاريع الدولة الآن الحمد لله مشاريع الدولة تتوافق مع طموحاتنا مع أهدافنا فالدولة الآن قاعدة تكتشف أمكاناتها الحمد لله عندنا مو بس أتكلم على خمسين جزيرة أتكلم على أكثر من ألفين جزيرة من فرسان إلى حقل جميع المملكة فيها كنوز سياحية كثيرة متعددة يكفين فيها مكة والمدينة لتقريبا 2 مليار مسلم هدفهم زيارة مكة والمدينة بالتالي إن شاء الله المشروع جبار من مشاريع الدولة الآن الحمد لله قاعدة تخطط لها ونتمنى إن شاء الله ترى النور قريبا إن شاء الله جميل هل نستطيع أن نقول أن هذا المشروع سيحقق مثلا نقلة في التوجه السياحي العالمي من المعلوم أن المملكة العربية السعودية مرتبطة بسياحة الدينية حتى توجهات التطوير دائما ما تختص بالسياحة الداخلية نستطيع أن نقول أن هذا المشروع ممكن أن يشكل نقلة في مجال السياحة في المملكة العربية السعودية لا شك أن المشروع كفكرة مشروع فكرة رائعة لأن الاستفادة من كنوزة ما ذكرت لك هذا الجزر على المكان الاستراتيجي على البحر الذي درجت حارته من 30 إلى 31 تتكلم على المحميات والحياة البحرية الرائعة في المناطق هذه يكفي أن حقل في الشمال المملكة كان الملك حسين رحمة الله عليه كان يصيب فيه يعني شواطئ رائع جدا ولكن نحن نتكلم الآن التحدي الكبير هل نستطيع أن ننفذ هذا المشروع هذا في الوقت المحدد بالرؤية التي هي متوقعة لا شك في تحديات كبيرة الوضع الاقتصادي العالمي يعاني الآن مشكلة كبيرة مشكلة سيولة الوجهات المنافسة كبيرة بالجهة الثانية عندنا مصر مصر دولة كبيرة مشهورة ومعروفة ولا خبرتها وتجربتها السياحية الكبيرة فنتمنى إن شاء الله أن نقدم منتج مختلف وهذه النقطة المهمة جدا إذا ما قدمنا منتجات ومنتجات سياحية مختلفة عن المنتجات الأخرى إذا ما نكون شبيهين للوجهات السياحية الأخرى المشابهة بالنسبة لماكن السياحية الشاطئية فأعتقد أنه ستكون المنافسة صعبة يعني أخي هل نتحدث الآن عن ذات الصعوبات التي تواجه مشاريع الاستثمار السياحي بشكل عام هي تنطبق على ذات المشروع ولا نتكلم الآن عن صعوبات أخرى أو تحديات أخرى صحيح التحديات هي واحدة في جميع المشاريع سواء مشاريع سياحية أو غير سياحية نتكلم على وضع اقتصادي وضع غموض بالنسبة للسياسات العالمية في بأكثير من الدول دكتور خالد خلينا نوقف الآن معكم مع أعزائنا المشاهدين مع هذا الفاصل ثم نعود دكتور خالد نعود مجدداً كنا نتحدث عن قضية الصعوبات التي تواجه المشاريع عامة السياحية والاستثمار فيها تفضل بالنسبة للمشاريع السياحية الاستثمار فيها دائماً صعب لأكثر من سبب السبب الأول أن مشاريع السياحة تبدأ على الموسمية لذلك عائداتها المالية بالنسبة للمستثمر هي في مواسم محددة بعض الدول تكون زي ما تعرفين أو يعرفون الأخوان أنه مثلاً بالإجازات وفي الربيع وفي المواسم معينة لذلك لا بد يكون المستثمر ذكي في تحقيق عائدات عالية جداً في المواسم على أساس يغطي المواسم اللي فيها كساد أو فيها نسبة شغال مدنية فبالتالي كثير من الناس يخاف أنه يستثمر في الكطاع السياحي لموضوع الموسمية الأمر الثاني السياحة قطاعي تأثر بأي أحداث زي ما حصل مثلاً في مصر الأحداث السياسية الأمنية الأمنية كيف تأثر على القطاع بشكل سريع لذلك الاستثمار فيه صعب فإحنا على أساس أن نجذب المستثمرين لا بد أن نقدم لهم مغريات يعني على سبيل المثال في كثير من الدول فيه صندوق ضمان للاستثمار في أحد الدول المودي يذكر أساساً روج لها 100 مليار دولار ضمان للاستثمار في الكطاع السياحي كذا المستثمر الأجنبي يأتي وهو ضامن الاستثمار لا سمح الله صار أي مشكلة أنه في ضمان الاستثمار في الكطاع هذا الأمر الثاني أنه إحنا نقدم لهم تسهيلات في الاستثمار يعني بمعنى أنه يدفع في بلد من الدول مثلاً 35% من أرباحه ضريبة أنا لو عفيته من الضريبة هذه أرباح بالنسبة له غير أنه الأراضي ممكن أعطيها بالنظام البي او تي مثلاً سنين معينة أو بسعر رمزي أو في محفزات كثيرة ممكن تعملها الدولة في سبيل أنها تستقطب رؤوس أموال أجنبية ليش؟ لأنه حتى بعيداً عني يا دكتور خالد توفر البنية التحتية الملائمة لهذا النوع من الاستثمار ستحدث عن مشاريع ستبدأ أو ستنطلق من الصفر في جزر ربما لا تكون تحمل يعني بنية تحتية ملائمة صحيح الآن اللي سمعته في التصريح أو في الخبر مشروع البحر الأحمر صندوق الاستثمارات العامة أخذ على عاتقه أنه البنية التحتية أن يساهم في تجهيز البنية التحتية وهذا جزء كبير ومهم جداً لأنه من غير النقل مثلاً على سبيل المثال نحن نحتاج إلى مواني في المناطق هذه نحتاج إلى مطار دولي بإمكانيات عالية نحتاج أيضاً إلى شبكة كطرات تربطه في مناطق المملكة الرئيسية بالتالي هذه المشاريع الثلاثة ومشاريع إذا كان عندنا مشروع مطار ملك عبد العزيز تأخر له جلسة يمكن أن يكون الآن 11 سنوات إذن الحل في نظام البي أو تي أن نجيب شركات عالمية تستثبر فيه مثلاً في المطار نسلم شركة من الشركات العالمية مشهورة تشغيل المطار وإنشاء المطارات ويكون ليش ننتظر 19 من الآن نسوق البنية التحتية والمشاريع الرئيسية التي تربط المستثبر أو تربط الزائر سواء كان مستثبر صغير أو مستثبر كبير لأنه فيه استثبرات أجنبية ومستثبرات محلية وفيه أيضاً بعض الكطاعات لأن السياحة ميزتها قاطرة للتنمية أينما وجدت السياحة وجدت العديد من الصناع والخدمات والمنتجات بالتالي نتوقع إن شاء الله أنه يكون فيه نهضة للمنطقة ننطقة أملوج والوجه إن شاء الله ستكون نهضة كبيرة لها طالما تكلمنا في هذا المحور سنتطرق إلى قضية توفير فرص العمل للشباب هل نتوقع توفير فرص للشباب في هذا المشروع الكبير؟ والله أنا مستثمر في القطاع السياحة من أكثر من 25-30 سنة وأعرف التحديات التي فيها بالنسبة لمجال التوظيف مجال التوظيف فيه صعب جدا لأكثر من سبب السبب الأول أنه نظامه زي نظام العسكري بس زي مدني فيه انضباطية عالية فيه جدية عالية وفيه دوان طويل وفيه يعني متعب شوي الأمر الثاني أنه الرواتب لا تتوافق مع هالعمل يعني لحد مجهود العمل بالتالي التحديات كبيرة بالنسبة لفرص العمل إحنا سمعنا 35-30 فرصة عمل أنا ما أدري على أساس فترضتها للرقم هذا ولكن كثير أكيد أنه إن شاء الله أنا متوقع أنه يتيح فرص كثيرة للشباب طيب هذه نقطة مهمة ذاكي نتكلم عن إتاحة الفرص ما هي المخرجات الملائمة؟ يعني فرصة لأيضا سوق التعليم أو حتى المراكز التدريب أن توفر يعني شباب مهيئين بقدرات أو بمعايير معينة للملائمة في هذه الوظائف صحيح إحنا نقشنا الحقيقة من الناس اللي اشتغلت على الملف هذا كثير موضوع أنه كيف إحنا نوجد الشباب في السياحة لأنه زي ما قلت لك موضوع التحديات والرواتب والدوام فكثير من الدول الخليج حاولت أن يشوف كيف تجاربهم أيضا لم أستطع الوصول إلى نموذج معين نستطيع أن نطبقه الأمر الأخير النتيجة الأخيرة اللي أنا وصلت لها أنه ممكن الشركات الكطاع الخاص اللي بتوظف السعوديين في قطاع السياحة لماذا أحب استثني قطاع السياحة القطاع وليد لازم ندعمه لين يقوى إذا قوى يستطيع أن يشيل شبابنا وبناتنا في مجالات متعددة في البداية ممكن أن الموظف السعودي نحسب له وياه كموظفين بحيث أنه يعطيه دبر راتب مثلا وبالتالي في نسبة السعودي يحسب الواحد باثنين ويتضاعف راتبه على أساس أن يكون محفز للولد أنه يتعب على نفسه ويطور مهاراته ويتعب ويبذل جهد في أنه يصل إلى خبرة معينة وتجربة معينة ويصير هو جزء مؤثر في المنشأة هذا بالنسبة للوظائف الأمر الثاني أنه ممكن يكون فيه يعني فيه نقطة مهمة جدا برضو نعاني منها أنه ما فيه توافق بين الجامعات والمعاهد وبين سوق العمل كثير من الشباب الآن يسجل على في الوبسايت وزارة تربية والتعليم وتجد نفسه أنه فيه كلية الأداب أو جغرافيا في أحد الجيران قبل أمس يقول لي في جغرافيا أنا أتمنى أنه روية عشرين ثلاثين الفرص المتاحة الموجودة الآن تكلمها خمسة أردية ألف فرصة عمل لماذا نحن من أهل شباب فيه بالذات بعض الوظائف التي هي ممكن تحتاج إلى إلى فكر عالي وإمكانيات عالية وتدريب عالي حيث أنه يمسكون القيادة يستطيع هالولد هذا أو البنت هذه أنهم يحققون رغباتهم ويستطيع أن يكون جزء مهم ومؤثر لكن لما نأجي الآن ولاحظوا أنه كثير من الشباب يشتغلون في بعض المنشآت السياحية تخصصهم مختلف تماماً عن مجال السياحة نعم وهذا لذلك تحدثنا على الأقل في جانب الدورات يعني الدورات التدريبية الآن نحن شفنا مثلاً في قطاع السياحة نشاط في مجال الإرشاد السياحي للبنات يعني لقدمة مراكز أو معاهد بسيطة بمدد معينة لم يكن هناك تخصص أو قاعدة أكاديمية في هذا الجانب صحيح المحفز دائماً هو العيدات بقدر ما يكون لأنه تحديات كبيرة بالنسبة للرب الأسرة أو الشاب أنه يبني نفسه لذلك أنا دائماً حريص أنه لا بد أن يكون العيدات سواء عامل أو مستثمر تكون عالية جداً أو موجد يعني تكون في مستوى الطموح مستوى الرضا أنه يكون الشخص هذا يستطيع أن يقول والله القطاع السياحي أشبع رغباتي استطعت أن من خلال القطاع السياحي أني أجد نفسي وأنني أنا أخدم بلدي في قطاع مهم جداً وقطاع مؤثر وقطاع أنا قاعد أنا أشارك في التنمية في هذا القطاع والقطاع قاعد يحقيق لعايدات جيدة نعم دكتور خالد دعنا نتحدث عن يعني مراحل تطبيق القرار كيف من الممكن متوقع سيرها يعني حتى في المرحلة النهائية المدة الزمنية المتوقعة أنا ذكرت قبل شوي أنه موضوع أنه 2019 نبدأ فيه هو كوي زين أن نشتغل على خطة على بلان ولكن ممكن من الآن نبدأ أن نحنا نختار الكنسبت اللي ممكن احنا أو الطريقة أو الشكل اللي مفروض يكون عليه المشروع الجبار هذا أنا زي ما ذكرت لكنه لما يكون مشروع تقليدي زي وزي أي مشروع صعب أنه ينجح تحدياته كبيرة سواء من جودة الخدمات لا تستطيع تحقيق خدمات عالية جدا إلا من خلال تجربة وخبرة وتدريب عالي وعدد كبير من الزوار على أساس أن يحقق المستثمر مثلا أرباح جيدة من خلال الأرباح هذه يستطيع أن يطور خدماته ويستمر في تقديم خدمات عالية في النمط هذا اللي احنا نتكلم عنه تحديات زي ما ذكرت لك كثيرة فأنا رأيي الشخصي أن نحن ممكن نحن نأخذ على سبيل المثال ممكن تكون هذه المنتجعات منتجعات علاجية يكون فيه جزء كبير من منتجعات علاجية كثير من الناس يعانوا من مشاكل في الظهر في الركاب عندنا نسبة الحوادث السعودية من أعلى نسبة الحوادث العالم وأغلب الحوادث إذا مميت يكون فيه يدخل فترة تأهيل بعضهم إلى سنوات فممكن تكون هذه جزء منها على أساس نحن نكسر موضوع الموسمية ممكن يكون جزء من المنتجعات هذه في السياحة علاجية ناس تروح تشيك وتروح تايلند وتروح دول قطعة شوط كبير في السياحة العلاجية ممكن يكون جزء منها وبالتالي لما يكون جزء متخصص ومهني الزائر سيروح لنا غصبا عنه سيروح لنا عارف أنه سيجد رعاية عالية جدا وخدمات طبية عالية جدا ويجد عنده حلول المشاكل الطبية والصحية نعم شكرا جزيلا لك دكتور خالد الرشيد الرئيس التنفيذي لاتحاد خبراء السياحة العربية الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى خبرنا الثاني انفوغرافيك السعودية معلومات موثوقة من زوايا متعددة تقدمها سواعد شباب يعشق الإبدال حيث يوما بعد يوم يثبت لنا شباب الوطن أنه قادر على مواكبة التطور والمتغيرات عندما يصنع وسيلة الخبر عن طريق استفدام رسوم معلوماتية وبيانية سهلة الفهم وسريعة التداول تبرز من خلال دور السعودية داخليا وخارجيا بلغات عدة وفي مجالات مختلفة منها السياحي أو السياسي عفوا والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وأيضا الرياضي نشاهد ثم نعود انفوغرافيك السعودية يعد مشروعا تطواري غير ربحي بدأ عام 2015 ويقوم عليه شباب سعوديون مهتمون بوسائل التواصل الاجتماعية يسعون إلى نشر الحقائق الموثوقة عبر رسوم معلوماتية وبيانات بسيطة التناول وسهلة الفهم ومن خلال عام 2016 فقد قدم الحساب أرقاما مذهلة وأعمالا أبرزت دور السعودية داخليا وخارجيا وبلغت متعددة وصلت إلى 12 لغة بجانب اللغة العربية أنتج الحساب أكثر من 1700 تصميم باللغة العربية في مختلف المجالات وأكثر من 700 تصميم باللغة الإنجليزية كما تخطى حاجز الثمانمائة تصميم مترجم بلغات أخرى أعطى انفوغرافيك السعودية إشارة إلى ما وصل إليه الشاب السعودي من العلم والمعرفة والإطلاع الكبير حيث استهدف الجمهور المحلي والخارجي وألقى الضوء على مجالات متعددة منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية ولم يتوقف عند هذا الحد بل أطلق زوايا أسبوعية ثابتة فعلى سبيل المثال قدم بعض الزوايا الثابتة ومنها سعوديون وشخصيات سعودية وأبطال سعوديون ومملكة الإنسانية وإيران الأسوأ ونتطلع منه لتقديم المزيد حيث وصل الحساب إلى جمهور عريض وكان السابق في طرح هذا الفن الجديد بصورة بسيطة وسليسة جعلته القائد في هذا المجال أهلا بكم مشاهدين الكرام الآن ننتقل إلى موضوع القضية حيث يحمل عنوان أسواق الخضار سيطرة عمالة ومخالفات توطين قصة لا تنتهي والتي تدور فصولها في أسواق الخضار بقطاعي الجملة والتجزئة تلك التي نشاهد فيها سيطرة العمالة الآسيوية واحتكارها في بعض المناطق ومحاولات إقصاء وطرد شباب الوطن من المنافسة عند عمليات الحراج أو البيع والشراء رغم الجمود المذولة من أمارات المناطق ولجان التوطين والبلديات ووزارة العمل بلا أنه لا زالت تلك الأسواق تشهد الكثير من المخالفات للأنظمة والتي رصدتها كاميرا ستوديو الإخبارية نناقش هذا الموضوع بعد هذا التقرير عادت العمالة الوافدة لتحكم سيطرتها على أسواق الخضار والفواكه رغم قرار سعودة هذا النشاط منذ سنوات في إطار الجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة لتوفير فرص العمل للشباب إلا أن أسواق الخضار لازالت تعبث بها عمالة وافدة بالبيع والشراء وبطرق وممارسات مختلفة تمارس من خلالها كثيرا من الأنشطة في السوق العديد من المخالفات التي رصدتها كاميرا ستوديو الإخبارية تبدأ بسيرة تلك العمالة مرورا بتسجيل بعض المحال باسم المواطن وتأجيره على تلك العمالة مما جعلها تسيطر على أسواق الخضار والفواكه في السعودية والله المساطرين أقول لك نعم المساطرين يمكن على جانب يمكن يمكن 75 نعم 75% لجانب 75% السعودية ألا يقول لك أن يمكن 7-8 شغالين في السوق والباقي مو شغالين كما أن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية من أمارة المناطق والبلديات ووزارة العمل بحاجة ملحة لوضع خطط بديلة تبدأ بالإشراف والمتابعة المستمرة ثم المحاسبة ضد من يتحايل على الأنظمة حتى لا تفشل الجهود المقدمة ثم يعود الوضع في أسواق الخضار للمربع الأول والتي من الممكن أن تؤثر على استقرار حصول المواطن والمقيم على السلع الأساسية الزراعية وللأسف لم يعد لتوطين العمالة السعودية ذكرا في هذا المجال فأصبح مرتعا خصبا لمن أراد الثراء السريع من الأجانب في غفلة وتساهل واضح من قبل الجهات المسؤولة وتم إقصاء السعودي الذي أصبح حائرا وتائها في هذا السوق الذي استغله الكثير من أجل السعودة الوهمية أمام الجهات الرسمية أما من يقوم بالبيع والشراء هم الأجانب بدر بن مشعل للستوديو الإخبارية الرياض أهلا بكم مشاهدين الكرام ضيوفنا في هذا الموضوع في الاستوديو كل من الدكتور عبدالله الردادي وهو باحث وأكاديمي مرحبا بك دكتور عبدالله إيك الله الله يحييك أيضا المهندس سعود الدلبحي مستشار وخبير اقتصادي مرحبا بك مهندس سعود معنا من جدة أيضا الأستاذ يحيى الحجيرلي وهو صحفي مرحبا بك أستاذ يحيى أهلا وسهلا بكم ورحب بكم ورحمة رحمة مستمعين أبدأ معك مهندس سعود يعني بشكل عام نحن شفنا جزء من المشكلة في التقرير ومن المعلوم أن المشكلة متداولة ولها تفاصيل لكن إذا ما طرحت وجهة نظرك في هذا الموضوع من أين سنتناول الإشكاليات التي تنتاب توطين سوق القضار؟ بسم الله أولا المشكلة الأساسية هو السوق يحتاج إلى عادة عيكلة ابتداء من التراخيص وابتداء من الحيز المكان للعامل التراخيص للعامل والحيز المكان الذي يقام فيه السوق ثم وانتهاءا بمن يفرض الرقابة على السوق الواضح أن أسواق الجملة في العالم أسواق منتفصلة وتجارة الجملة غير تجارة تجزية ولا يسمح بممارسة التجزية والجملة في مكان واحد لكن ما يحدث لدينا تحولت أسواق الجملة إلى أسواق تجزية وأصبحت حيز صغير لدرجة أن يمارسها العمال الآن العمال خلق وسوق يقبل للفوضى لا يقبل للتنظيم والجهات الحكومية ظلت في موقع المتفرج ولم تعيد تنظيم ابتداء من المكان نريد أسواق الجملة أن تكون بعيدة تكون أسواق الجملة هي التي تشتري من المنتج مباشرة ثم يختبر المنتج وتعطى الجهات الرقابية الفحص الصحي الآن جميع المنتجات تجاب وتشترى لتاجر التجزية مباشرة دون أن تمر بأي فترة فحص ثم تذهب إلى المستهلك مباشرة حتى لو كانت مقشوشة وغير صارع للتخدام نعم فلو أخذنا على مداخل المدن في أسواق الجملة ثم تنقل إلى مستودعات تجارة الجملة ثم تفحص ثم تعاد ترتيبها ثم توزع على تجارة الموزعين لا استطعنا القضاء على هؤلاء العمالة السائبة وتجارة الجملة الشيء الثاني التراخيص يجب أن وزارة التجارة طبعا لو نظرنا لسواق الجملة من ينظمه أكثر من خمس وزارات تدخل فيه لكن يجب العالم الثاني وضع الحمل على الجهات المدنية الهيات المدنية حين غياب الغرفة التجارية وغياب الغرف يجب أن الحكومة لو أردنا أن ننظم سوق يبيد كل الوزارة تدوم في السوق هذا جوازات ووزارة عمل ووزارة تجارة وبلديات وتميع المدارة تدوم ما نعطي كل الدولة تدوم في سوق الخضار شيء غير ممكن طيب جميل أنا أقول ليش ما تمنح المهمة المشغل السوق يكون قطاع الخاص وتراقبها أول غرف التجارية هذه حلول جميل نحن نطرحها بس دعونا نطرح المشكلة أيضا من جوانب متعددة ربما دكتور عبدالله أيضا يملك زاوية في هذا الموضوع تقييمك للوضع بشكل عام المهندس تطرح أحد الإشكاليات ما رأيك؟ طبعا التوطين السوق الخضار من أول القرارات التي تمت في مشروع التوطين كان قبله مشروع توطين الذهب وجاء بعده مشروع توطين الخضار في سنة 2000 تقريبا قبل 17 سنة اللي صار في الوقت الحالي هو عملية تراخي بعد فترة طويلة من تطبيق القانون والمشكلة أنه إذا صار التراخي هذا في أحدى قرارات التوطين غالبا الناس ما راح تاخذ القرارات التوطين بشكل جدي لأي قرارات التوطين مستقبلا هذا نفس الشيء بصار قبل سنتين لما صار توطين الاتصالات الناس قالت أنه هذا راح يكون زي توطين الخضار في البداية راح وزارة التجارة راح تراقب وزارة العمل راح تراقب لكن بعد فترة بيصير في تراخي ويرجع الوضع مثل ما كان أول فالمشكلة هو في موضوع التوطين سواء توطين الخضار أو الذهب أو حتى سوق الجوالات بس الاتصالات كأنه في عملية ضبطة يعني الموضوع مختلف متفلت أكثر في سوق الخضار ربما متفلت في سوق الخضار بحكم أنه القرار مطبق من فترة طويلة لكن في سوق الاتصالات وأنا كنت أعمل في سوق الاتصالات في البداية كانت وزارة العمل تقوم بجولات تفتيش دورية لكن الناس بعد فترة عرفت ويشتبوا وزارة العمل ولقوا طرق للتحايل عن الموضوع هذا الشغالين في سوق الخضار خبرتهم أطول مع وزارة العمل فبعد 17 سنة من طبيق القرار لقوا طرق للتحايل عن النظام بشكل أكبر يعني غالباً الحال الموجودة الحين في سوق الخضار أو في سوق الاتصالات هو ناتج لضعف الرقابة ضعف الرقابة جميل طيب أنتقل بالسؤال لك أستاذ يحيا أستاذ يحيا سمعنا مجموعة من وجهات النظر المطروحة الآن بلا شك أنك تملك زاوية ورؤية في هذا الموضوع تفضل بها بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد بأن قطاع هذا هو أحد القطاعات المستهلكة والاقتصادية والتي لديها أرباح عالية جداً والمستفيدة الأكبر منها هم العمالة الأجنبية والعمالة الأجنبية جميع هذه المبالغ لا يتم تدويرها في الاقتصاد وتحويلها إلى الاقتصاد السعودي بل يتم تحويلها خارجياً وكذا والمواطن الذي في المملكة في المملكة السعودية في كافة السواقة في كافة المناطق لا يستفيد من هذه الأسواق بحكم أنه يتم فيها عملية البيع والشراء لدينا تجارب ناجحة في موضوع طبعاً البيع والشراء لكن لم تستمر بسبب دخول العامل الأجنبي بشكل قوي في هذا السوق أضف إلى ذلك أنه أتفق مع الأستاذ الكريم الدكتور قبل شوية كان يتحدث على موضوع اللي هو طبعاً نقلها بعيداً والأسواق الجملة نقلها بعيداً عن المناطق اللي هي مناطق الرئيسية أي بأطراف المدينة وهذا يعتبر من أهم الحلول التي يمكن المراقب عليها ويمكن السيطرة عليها هناك مبادرات للأسف أنه لم تطبق خلال الأول الأخيرة طبقت وكانت تشكيل فرق عمل وتشكيل نجان أمنية ولكن لم يكن هناك فيه استمرارية في هذا الإطار نعود إلى ذلك الحلول الحلول ستكون إن شاء الله نهاية الحلقة يصير نطرحها جميعاً بإذن الله أنا برست المشكلة بشكل عام طب أنت أبرست المشكلة خلينا تكلم عن وضع جدة يعني سوق الخضار في جدة أننا الآن نطرح الحلول في النهاية بس خلينا نقيم الوضع قبل ما نطرح الحلول تفضل نعم السوق جدة مثل أسواق المملكة للأسف حتى يومك هذا العمال المسيطرة على السوق هم العمال الأجنبية فهذه مشكلة كبيرة جداً يا أستاذة فللأسف أنه أضفي لذلك أنه يقوم بالبيع والشراء أضفي لذلك أنه حتى يقوم بعمليات الاستيراد ويكون هناك غطاء سعودي في هذا الجانب وتستر تجاري وهذا باين وملاحظ في السوق لكن للأسف أنه لما الشاهد في هذا الموضوع أو الزائر لهذا السوق يجد أنه هناك عمالة متكتلة بشكل كبير خاصة اللي هم الجاليات الهندية والجاليات اليمنية في هذا الإطار وهذا جداً يعني مزعج لنا إحنا يعني كسعوديين أنه لما نحن نشوف الشيء هذا أنه كلها الوظائفة كلها الإرادات وكلها الفلوس هاي تروح للأجنبي فهذه مشكلة كبيرة لكن هنا نحتاج إلى حلول نحتاج إلى تحرك الجهات تحرك الجهات الأمنية والحكومية في هذا الموضوع أن تتحرك وأن تطلق مبادرات لتهيئة السعودي وتهيئة العمل فيه هناك العديد من معوقات منها أن الشركات الموجودة اللي يملكها السعوديون أنهم يعطون رواتب ضعيفة جداً تتجاوز 1200 ريال للسعودي وهذا طبعاً السعودي ما يرضى بالـ 1200 ريال يعني ليس من المعقول أن شركة لديها إرادات لديها أرباح بالملايين أن تعطي راتب 1200 عشان تطفش السعودي في النهاية السعودي حيطلع بره يقول لك أنا ما أبغى فالأجنة يرضى فيها ومقابل ذلك أنه يأخذ أكثر من بسطة ويستمر في هذا الموضوع ويأخذ إراداته يعني يشتغل بطريقة معينة إشكاليات خلينا نتكلم عن الإشكاليات الكبرى يعني قطاع التوطين في سوق الخضار لم يحظى باهتمام يعني مثل ما ذكرت فيه جانب من ضعف الرقابة الإشكاليات أو السلبيات المترتبة على هذا الضعف خلينا نقصها من ناحية مثلاً اقتصادية وتنموية حتى من ناحية صحية على المواطنين كيف هي الآثار طبعاً اللي صار الآن أنه المواطن لا يريد أن يدخل في سوق الخضار أصلاً لأنه ممكن زي ما تفضل المهندس أنه لا يكون مؤهل ممكن لا يكون فيه محفز للدخول وبنفس الوقت هو يعرف أنه إذا دخل للسوق الخضار شاف اللي قبله ويعرف أنه لا يكون عليه حماية من الأجنبي القرار طبق بالتوطين لكن بعد ما طبقه هذا استثمار هو عشان يدخل الاستثمار هذا لازم يكون ضامن الحقوق والحماية لإستثماره هذا وجود عشان الأجنبي في سوق العمل في سوق الخضار يعرف أنه لا يكون محميد في السوق هذا فالأفضل أنه يزهد في النطاق هذا ولا يدخل أصلاً ونفس الشيء عندما أرجع للموضوع سوق الاتصالات صار في تهيئة أتوقع معا خبرة وزارة العمل في سوق الخضار كان هناك أخطاء نضيف برامج دعم هدف وريادة وصار في جولات تفتيش صار إعلان عن جولات تفتيش هذه صاروا الناس يعرفون أنه قبل أن أدخل للسوق هذا والمجال هذا القانون بيحميني لما أعرف أنه قانون بيحميني دخول للنطاق هذا أو للسوق الخضار سيكون أسهل طبعاً لا يوجد شك أنه جودة العمل بين السعودي و بين الأجرمي جودة عالية ممكن الفكرة السائدة أن السعودي لا يرضى بالغش كثير نفس الشيء ثقة المواطن نفسه لما يشتري من شخص سعودي دائماً تثقى أعلى حتى في المحلات أقل المحلات دائماً الواحد إذا دخل المحل شاف فيه البيع الأجنبي ولا السعودي ولا هو نقص في الوافق طبعاً لكن يثق أكثر في السعودي فوجود الثقة هذه ممكن تساعد برضي السعودي على النجاح في السوق هذا أستاذ يحيى طرحنا مجموعة من الحلول ربما قضية توحيد الجهة المسؤولة عن الوضع بدل أن تكون الجهود مشتركة فيها أكثر من جهة مثل ما شخص على الأستاذ أو المهندس السعود تفضل في هذه النقطة ذكر قبل قليل أنا أختلف مع الأخ الكريم الذي كان يتحدث قبل قليل أن الغرف التجارية هي المسؤولة الغرف التجارية يا سيد الكريم يا أستاذ الكريم لديها تجارب للأسف أصبحت فاشلة حتى يومك هذا الغرف التجارية كانت لديها العديد من المبادرات والعديد من طبعاً المعايير بهذا الموضوع لم تنجح لكن الآن نحن لدينا رؤية طموحة لدينا رؤية طبعاً رؤية السعودية تأمل أن تخفض عدد البطالة إلى 7% هنا يأتي دور وزارة الزراعة والبيئة والمياه وزارة الزراعة والبيئة والمياه يبدو أن تطلق مبادرة يتبنى رواد العمال بحيث يتم السيطرة على أسواق كافة الأسواق في المملكة الخاصة بقطاع الخضروات الفواكه لما لديها من مبالغ مدورة وهذه المبالغ يتم تدويرها للاقتصاد المحلي فهذه إحدى المبادرات التي نسلط عليها الضوء بحيث أن وزارة الزراعة والبيئة والمياه هي التي تتبنى هذه المبادرة بحكم أن يبدأ من المزرعة إلى السوق فهذا مطالبة في هذا الإطار فنتمنى أن تتحقق هذه الأمنية جميل مهند السعود ما رأيك فيما ذهب إليه السادة يحيان؟ والله يشوف الفشل للتجارب السابقة فعلا مثل ما قال الدكتور أن نحتاج إلى تقنين وتشريع قبل أن نموسي تجربة فكان في الماضي المبادرات اختيارية لكن لم تكن إلزامية أنا يجب في جميع دول العالم تعمل المنظمات المدنية تحت المظلة الحكومية لكن هي تقوم بالعمل التفصيلي الدقيق الذي لا يمكن أن يخططه رجل الحكومة لن تجد موظفا في وزارة المياه ولا وزارة الزراع ولا وزارة العمل يعرف كيف أسرار المهنة التي يطبقها لكن الغرفة التجارية تعرف الآن الغرفة التجارية تضع خطة بحيث أنها تضمن المنتج في النهاية ويكون الخطة هذه من أصحاب العمل نفسهم لو جعل للألبان أشياء كثيرة منتجات كثيرة كل مرة وزارة تتجه إلى أنها تنظمها لكن لما يكون في قرارات سيادية ومنتج في النهاية يكون وفق أشياء وجهة الحكومية تراكم وتفرط الشريعات أعتقد في النهاية سيكون المنتج جيد والقرفة التجارية تلزم بدورها ليس أمر اختياري لها هي عندها تجار ويختخذ منهم ثانياً الرقابة هل حين أي جميع أسواق الخضار ما أعطان مقاول تشغيل وصيانة تضعف لها الرقابة لو قال راقب وجود أي مخالف وجود أي شيء بلغ فيه من مهامك من مسؤولياتك وبعدين نحن عندنا الرقابة الذكية أنا أقدر أركب كاميرات في كل الأسواق وأشوف اللي بيع سعودي ولا غير سعودي أقدر الدخول له ببطاقة ايديفيكيشن ولا ببصمة أعرف البايع ويش هو يعني إحنا ليش ما نستخدم التقنية الحديثة لكن هذه كلها أعذار والعالم وصل إلى مرحلة متقدمة ولكن كون يعتمد على مفتش الروح وهو أمانته يطبق عملهما يطبق عمله هذه فشلت وليس هناك مسؤولين نريد أن نجن جيوش مجيشة من المراقبين بعضهم يراقب بعض حتى يكون في النهاية في مدد سري دكتور عبدالله نحن الآن في معرض طرح الحلول من كافة الجوانب بتحدث كلهم برأيي أنت وشي الحلول ترى من وجهة نظرك؟ طبعا في الأجهزة الحكومية فيه أجهزة تنفيذية وفيه أجهزة تشريعية في وزارة العمل قد تكون جهاز وزارة تشريعية هي تشرع النظام تشرع بسعودة السوق هذا سواء الصلاة والأخضار ولا مستقبلاً للمولات أو البيالات لكن قد تكون ضعيفة في المراقبة هذه ليست جهة تنفيذية وجهة رقابية فيه أجهزة رقابية موجودة عندنا والآن الدولة فيه عندنا مشاريع لتوطين كثير من القطاعات وإذا المشكلة صارت عندنا في رقابة سوق الخضار أو في سوق الاتصالات المشكلة ستكون أكبر بكثير لأنه قطاع البقالات التجزئة وقطاع المولات قطاع أكبر بكثير من القطاعين هذه فالحل هذا قد اقترح الكاتب سعد دوسري قبل كذا أنه هو إنشاء جهة جهة رقابية نحن نحن عندنا مشروع سعودة هذا مشروع كبير ومشروع من ضمن المشاريع الرؤية في خفض البطالة كل القرارات التوطين ما لها أي قيمة في حال ضعف الرقابة لأن الناس تعرفنا هذا قرار صدر اليوم بعد سنة الناس تنسى في حال وجود جهة عملها الوحيد هو الرقابة سواء زي ما تفضل المهندس سعود الرقابة ذكية أو رقابة بمراقب بغض النظر لكن الجهة هذه تكون مهمة الجهة هذه هي الرقابة على التوطين لأنه استعرف خلاص إذا جاء في حين في كثير محلات تجارية مراقب البلدية له يبته لأنه مراقب هذا شغله شغل مراقب لكن مفتش وزارة العمل يعني يعمل في النهار وقد يخرج إلى جولات تفتيشية بعض المرات فالغالب ما رأي ما يعني غطي الأسواق ومستحيل غطي الأسواق في مدينة كبيرة لو الرياضة حالها يعني نرجع لقضية ضعف المراقب ضعف الرقابة ضعف الرقابة وضعف الأعداد ضعف الرقابة وضعف يعني مثلا ما في عندهم كثيرية ولا نقاط يمشون عليها في الرقابة هو يدخل يشيك على كم شغله ويمشي بس ما في شيء واضح في خصوص الغرامة أو العقاب في موضوع هذا الغرامة تعتمد على المراقب حتى المحلات تجارية نفسهم ولا للناس اللي شغلين ما هو عارف يعني بالنسبة له هذه أقرأ ما هي اللي ضريبة وعلى الله جاء المراقب أعطاني مخالفة 500 ريال وما راح خلاص بعد شهر أعطينا 500 ريال أحطها مضمن التكاليف عندي نعم هذا الموضوع يعني أتقل بالسؤال لك أستاذ يحيا يعني إحنا الملاحظ أن جميع القرارات الخاصة بالسعودة والتوطين يعني عندما تشرع من قبل الجهات المختصة يعني يقفز عليها يتم اختراقها ما السبب؟ هل يعني لضعف القرارات أم لأن مثل ما ذكر الأستاذ المهند السعود أن هناك فيه احترافية في قضية العمل في هذا القطاع نعم التوطين هو التوطين ترى يعني أستاذ الكريمة للأسف أنه كافة القطاعات الاقتصادية عندما يتم توطين أي قطاع يتم هناك الآن حرب من قبل العمالة في هذا الإطار وتمكين وتمكينهم حتى لا حتى لا هم يكونون طبعا الأفضلية في موضوع الأفضلية أنهم يكونون طبعا السعود يكون أفضل من الأجنبي لدينا تجربة ناجحة في موضوع ريادة الأعمال العديد من المبادرات نجيحت الحمد لله بفضل الله وكان فيه تجارب ناجحة هناك طبعا طبعا قطاع الاتصالات قطاع مهم وتم التحدي فيه وتم تجاوز التحدي فيه لماذا نحن لماذا نتكلم عن طيقين نحن نتكلم لماذا لا نمكن السعودي من قيادة للعمل الحر وليس لتمكين وليوظيفة معينة هنا يا أستاذ الكريمة هنا لابد أن نمكن السعودي وليس أن نعطي وظيفة بمقابل مالي يجب أن نمكنه بحيث أنه يكون هو داعم للاقتصاد بحيث أنه يكون هو خايف على هالقطاع هذا ويكون هو داعم ويكون يستفيد ويأخذ تجارب كثيرة من دول كثيرة في هذا الإطار نعم نحن نتكلم نحن نتكلم على قطاعات معينة مثلا قطاع الاتصالات أو قطاع المولات أو قطاع عندك قطاع الخضروات والفواكه أو كذا قطاع في هذا الموضوع لماذا لا يتم تبكين السعودي هناك مبادرات هناك طبعا جهات تمويل لماذا لا يتم دعمه ومن ثم قيادة للعمل الحر بحيث أنه يمكن ومن زاوية أخرى بحيث أنه نمكن هذا السعودي بدلا من أنه نطيع مقابل مالي نحن نمكنه من أداة وتحسين مشروع وأن يساهم هذا المشروع ويعمل على التحقيق النمو في هذا الإطار نعم قاربنا على أغفال هذا الملف أخر ما تود أن تضيفه مهندس السعود والله نحن الآن في تجارب في الصناعة دول سابقتنا كل أصحاب مهنة مفروض يكونوا ملتزمين دولة تشرع النظام وهم يبدون بتطوير النظام حتى ليه حمايتهم من الغش من التدريس من الدخلاء على المهنة أي مهنة فيجب أن تفعل المؤسسات المدنية في ظل الرقابة الحكومية طبعا السيادية فبدون أن نكون جمعيات لكل التخصصات سنجد نفسنا نحتاج إلى آلاف المراقبين ولا تكاليب على الدولة لتكون يعني عبء كبير لكن أصحاب أي مهنة من دخلهم من كضريب عليهم كرسوم منهم هم يضمنون أنهم نفذوا القرارات السيادية هم يضمنون محاربة الدخلاء هم يضمنون جودة منتجهم هم يضمنون لأن وجوده هذا يحطم يضرهم يلحق الضرر فيهم لدرجة أن بعض المنظمات هي التي تلاحق قضائيا من يغش من يخالف النظام ويلحقونه ويحطون محامين ويأخذون تعويضات للي في المهنة كلهم إذا دخل واحد وغلث يضرر فيه يأخذون من التعويض مقابل هذا الضرر الذي حدث في هذه المهنة نعم دكتور عبدالله أترك لك مجال أخير طبعا الناس عندما تدخل للقطاع جديد يبحثون دائما عن أمان وظيفي عن الدخل عن الحماية في الموضوع هذا التجارب السابقة في التوطين للأسف لم يكن تجارب طيبة سواء في سوق الخضار أو حتى في سوق الجوالات أنا بحكم كان عملي في سوق الجوالات الذي موجود هو واجهة يعني في الصيانة لما فرضوا طبعا صيانة التوطين للتصالات كان التوطين في بيع الجوالات وفي صيانة الجوالات في صيانة الجوالات في شباب كثير راحوا وأخذوا دورات في الصيانة وقدمت شركات كثير دورات صيانة في الجوالات اكتشف أنه لما راح لسوق الاتصالات أنه تقريبا هذا شيء في أغلب من جمعات الاتصالات أن الدور الأعلى من السوق عبارة عن ورش الورش هذولي العمالة اللي كانوا شغالين تحت طلعوا فوق وصار العام اللي بيع في سوق الجوالات إذا جاء واحد يصلح الجوال يعطيه الجوال يطلعوا فوق للعامل الأجنبي يصلحه وينزله مرة ثانية فالشخص اللي أخذ الدورة وتعلم واستثمر في نفسه ما استفاد فهذا الشيء يحبط الناس في عمليات التوطين مهما كانت أقارات هذه ما راح توفر لي الحماية عشان أدخل في مجال استثمار هذا فزهد الناس وبعدهم عن التوطين هذا الشيء يعني يسبب ترك مساحة للأجنبي أنه يعني بيأخذ راحته في الطاق نعم نحن وصلنا إلى الختام شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله الرداذي باحث وأكاديمي يعطيك العافية على وجودك شكرا جزيلا لك المهندس السعود الدلبة هي مستشار وخبير اقتصادي شكرا أيضا لضيفي الكريم من جدة الأستاذ يحيا الحجير لصحفي يعطيك العافية أما الآن أعزائنا المشاهدين فانتقل إلى صوت المواطن طالبات حفر الباطن يناشدون الملك خريجات حفر الباطن يطلقون هاشتاغا بعدما أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج القبول وعدم ظهور بعض أسماء الطالبات ضمن المقبولين للدراسة للعام القادم مما دعا هنا لإطلاق هاشتاغ طالبات حفر الباطن يناشدون الملك نشاهد هذا التقرير ثم نعود لم تمر الأيام الماضية بسهولة على بعض خريجات المرحلة الثانوية في مدينة حفر الباطن بعدما أعلنت الجامعة أسماء المقبولات يوم الجمعة الماضية طالبات حفر الباطن وما حولها قاموا بإطلاق هاشتاغ طالبات حفر الباطن يناشدون الملك أملا لكي تحل مشكلة القبول طلبا لمواصلة تعليمهن الجامعي ومن ضمن الأسباب التي وردت على لسان الطالبات رفع نسب القبول عن الأعوام السابقة مما وقف حاجزا لقبولهن وعلى الرغم من ارتفاع نسبهن في الشهادة الثانوية وقبول تلك النسب في جامعات أخرى ولكن خارج مدينتهن لكن على مسافة عشرات الكيلومترات من مقر سكنهن أهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا في هذا الموضوع دخش سهلي وهو متحدث عن المتضررات من طالبات حفر الباطن مرحبا بك ساب دخش نحن نتكلم عن الموضوع الهاشتاق لماذا أطلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم مولنا شكر القاتل الخبارية على إيطاحت هذه الفرصة لهالي حفر الباطن بداية حفر الباطن الجامعة فيها جامعة وليدة ما كملت ثلاث سنوات نحن ظلمنا كثير كالي حفر الباطن بعد موجود جامعة ظهور الهاشتاق يعني لا يخفع الجميع الآن جميع الجامعات تعلن أعداد المقبولات من الطلبة والطالبات كانت نتيجة الطالبات حقيقة يعني مخيبة للآمال وكانت النسب مرتفعة نسب القبول نسب الموزولة مرتفعة جدا مما أدى لحرمان الكثير من الطالبات من فرصة القبول وهذا شيء مؤسف إذا علمنا أن حفر الباطن يتخرج منها سنويا أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة من التعليم العام عشرين ألف يعني رقم كبير جدا فمحافظة حفر الباطن يعني تتجاوز ستمائة ألف نسمة فيها مية وثنين وثلاثين ثانوية فما يعقل أن جامعتنا ما تقبل أكثر من ثلاث ألاف طالب وطالبة يعني خصوصا الطالبات يعني الطالبات إذا ما قبلا في التعليم ما لهم أي بداء أخرى إذا ما تعلمت الآن أين تذهب الإشكاليات يعني بنستعرضها بس خلينا نشوفوا شو المشكلة ليش ثلاث ألاف من أصل مثلا عشرين ألف هل نقول أن الجامعة ما عندها طاقة استيعابية لهذه الأعداد ولو ش المعايير يعني طبعا الجامعة أتوقع أنها ما عندها طاقة استيعابية لأنها أولا جامعة وليدة قامت على إرث الكليات الموجودة في حفر الباطن على كليات جامعة الملك فهد وعلى كليات جامعة الدمام مع الأسف أنها ما خطط خطوات سريعة خلال الثلاث سنوات الماضية لاستيعاب العداد الكبيرة من مخرجات التعليم العام عندنا في حفر الباطن أنا أعتقد أن الجامعة ما عندها رؤية وليس عندها دراسة ولا إحصائيات ولا موائمة ولا يوجد إديها خطة قادمة لاستيعاب هذه الأعداد كل سنة التعليم العام بيضخ عليك من 20 ألف وطالع طب كم عدد المقاعد التي تعلن عنها الجامعة بالعادة؟ ما يتجاوز الطالبة تقريبا ألف ومتين أو ألف الطالبات تقريبا ألف ومتين الطالبات الطالبات أقل من ثلاث ألف ممكن ألفين برضو كم النسبة التي تحددها؟ طبعا على اختلاف التخصصات فيه تخصصات يعني المية من تسعين وفوق الأدبية يعني وصلوا إلى 85 فالطالبات وأهالي الطالبات كلهم يناشدون أن الجامعة تنزل في نسب القبول طب بس الآن تسعين مثلا خلينا نقول معايير القبول الآن اللي نقبله ثلاث ألاف هم حقيقين النسبة طبعا نحن نتكلم عن قبول العوام الماضية إلى الآن لم يعلم العدد الكامل للسنة هذه طب ليش الآن حاسين يعني في شعور بالحنق تجاه الموضوع متوقع أنه يفكر لأن الأعداد اللي ظهرت يعني القبول اللي وصل للطالبات عدد قليل جدا يعني أنا أتصور وأتوقع أن فيه ثانويات ما رح يقبل منها إلا خمس طالبات وثلاث طالبات يعني تخيلي ثانوية كاملة ما يقبل منها إلا خمس طالبات هذه يعني صراحة شيء مؤسس جدا طيب هل الإشكالية في النسبة يكون الطالبة مثلا نسبتها تسعين بس ما قبلت أم لا لأن الأعداد يعني تتخرج بنسب أقل من المطلوب الأعداد تتخرج بنسب أقل من المطلوب هذا السبب والمقاعد يعني ما تتوفر الأعداد كبيرة يعني أنا ما أحمل الجامعة كل شيء لكن أنا أحملها عدم البحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة المشكلة هذه متراكمة من سنوات ماضية ترى من يعني ابتداء عمل الجامعة والمشكلة هي تتراكم ولا لها أي حلول في الأفق يعني ما فيه أي حلول فأين يذهبونها لحفر الباطن طيب إحنا معنا الدكتور محمد القحطاني وهو عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن مرحبا بك دكتور محمد يا أهلا مرحبا فيكم دكتور محمد أنت مطلع على المشكلة بشكل عام الله يحييك دكتور محمد أنت مطلع على المشكلة بشكل عام يعني نريد أن نستعرض معك حيثيات الموضوع مثلا موضوع الهاشتاغ لماذا أطلق نسب الطالبات في كل سنة يقال أنها تقبل أقل من أعداد الخارجين المتزايدة تفضل طيب إسم الله الرحمن الرحيم دعيني في البداية أقدم بمقدمة طبعا العلم بلا شك أن يمثل قيمة بحد ذاته العلم والتعليم وديننا الحنيف بلا شك جعل للعلم والتعلم والتعليم قيمة والله عز وجل في كتابه الكريم لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من أي شيء إلا بالعلم فقال وقل ربي ذبني علمه العلم بحد ذاته قيمة به تعمر البلاد وترفع مشاعر الحضارة الدولة عزه الله أولى العلم عناية فائقة ويلحظ ذلك من اطلع على السنوات القريبة الماضية وجد أن هناك قفزة نوعية في التعليم العالي وفي مواسساته جامعة حفر الباطل هي جزء من هذا الكيان الجامعة طبعا لا تألو جهدا في استيعاد استيعاد خريجي وخريجات السنوية العامة بما يتوافق مع أهداف ورؤية المملكة عشرين ثلاثين دعيني أتكلم عن ما يتعلق بالقبول مجلس الجامعة أقر في إحدى جلساته خطة القبول خطة القبول هذه في كل جامعة ترفع للوزارة خطة القبول يتحدث عن جدول الزمني ومراحل القبول والدفعات والأعداد في شتات خطة كل هذا يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم ويتم العلان عنه في موقع الجامعة وفي حسابها الرسمي في تويتر وكم تزويدكم بنصفة من هذا التقرير ونشر قبل جزء من هذه الخطة نشر في جريدة إحدى الجرائب قبل أسبوعين طيب بس دكتور محمد لأنه ما معي كثير من الوقت بس أبا أعرف يعني وش المشكلة الآن إلى الآن ما شخصنا وش القضية الآن الأعداد المتزايدة ولا بالنسبة للأعداد المذكورة غير دقيقة أبدا كل ما يطلح من أعداد وأرقام ذكرها ضيفكم الكريم غير دقيقة وليست قريبة أبدا من الأعداد الحقيقية حتى فيما يتعلق بخريجي وخريجات التعليم العام هو يقول يا دكتور محمد أنه 20 ألف عداد الخريجين والقبوث 3 ألاث طبعا هذا السؤال ممكن يوجه لإدارة التعليم في حفر الباطن أنا بس بفضل الحديث عن خريجية السنوية العامة أو خريجات طيب خلينا نتكلم عن معايير القبول خلاص نحن نختم الموضوع دكتور محمد ما كانت معايير القبول لهذه السنة في الجامعة وأسباب الحنى إذا سمحتيني عندنا عداد القبول والمقاعد المحدد القبول تزيد على خمسة آلاف مقاعد موزعة في تخصصات كثيرة يعني الأفضل عدم مناقشة القبول ونحن لازلنا في عملية القبول يعني حتى الدفعة الأولى لا يزال تأكيد القبول غدا ينتهي الساسعة صباحا ولا تزال هناك دفعة كبيرة أيضا يوم الخميس القادم فالكلام عن أعداد أبدا غير صحيح حتى نحن في العمادة وفي الجامعة لا توجد لدينا أعداد لأن البعض حتى الآن لم يكمل الإجراء نملك الشفافية يا أختي الفاضل نملك الشفافية الكاملة والوزارة تخرج تقرير مفصل عن أعداد القبول في الجامعات السعودية بعد نهاية فترة القبول شكرا جزيلا لك الدكتور محمد القحطاني عميد القبول وتسجيل بجامعة حفر الباطن أخيرا في أقل من 6 دقيقة عفوا أنا أعرج على كلام الدكتور محمد العشرين ألف هذه إحصائية دقيقة 100% من تعليم حفر الباطن بإمكانها الرجوع عليها نحن لا نحمل الجامعة أي شيء أبدا نحن لا نحملها هذه المشكلة نهائيا لكن هي وضعت في حفر الباطن وحفر الباطن عانت كثيرا من عدم وجود التعليم العالي نحن الآن ننقل مناشدتنا ومناشدت أهالي حفر الباطن وطالباتها والأمهات والأباء إلى سمولي العهد ألمير محمد بن سلمان الآن رؤية 2030 التي يقودها سمولي العهد استثمرت في كافة ترجاء المملكة المطلب الآن نريد أن رؤية 2030 تستثمر في عقول حفر الباطن وأن يكون استثمارها في جامعة حفر الباطن شكرا جزيلا لك داقش السهلي متحدث عن المتضررات من طالبات حفر الباطن أما الآن عزائنا المشاهدين فوصلنا إلى القتام إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة